اشتركوا في القناة الدنيا صعبة جدا والدنيا تقريبا سودة خالص وفي خسارة كبيرة وفي حاجات كتيرة مش موجودة وانا هنقصني حاجات كتير بالرغم من كل ده اني ابتهك بالرب وافرح بإله خلاص ودي حاجة جميلة قوي للانسان يبقى فرحان بربنا برغم الظروف الصعبة ويبقى يعني حاسس بغنى ربنا وعمل ربنا وبيشكر ربنا كتير برغم ان الظروف الخارجية كلها ما تقولش حاجة زي كده برغم ان نقصوا حاجات كتير وفي حاجات كتير صعبة بيكتزها وبيمر بيها وطبعا ده بيفكرنا بكلام معلمنا بوليس الرسول في كونسوس الثانية صح 6 لما قال كحذانة ونحن دائما فرحون كفقراء ونحن نغني كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء فرغم انه هو شكله الخارجي بيبان كأنه حزين او ما عندوش حاجة ولا يملك شيء لكن هو في الحقيقة من جوه يملك كل شيء وبالعكس ده هو سبب فرح اخرين وسبب غنى اخرين وفي صالة جميلة في القداس الالهي في وشية الزروة والثمار بنقول اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح وبنقول قبلها املأ قلوبنا فرحا ونعيما يعني يا رب املأ حياتنا فرح حتى لو كنا احنا عندنا الكفاف حتى لو كنا عندنا يعني يا دوبك حاجات بسيطة فيبقى احنا لنا احساس الكفاية وشبعانين وفرحانين وبيك فوق كل حاجة فعشان كده اية جميلة اوي اللي قالها حبقوك في صح 3 اية 17 مع انه لا يذر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما ينقطع الغنم من المداود ينقطع الغنم من الحضيرة ولا بقر في المداود فاني ابتهج بالرب وافرح باله خلاصي لالهنا كل مجد كرام الابد امين اشتركوا في القناة